أهلا ومرحبا بكم عبر هذا اللقاء الجديد من ضربة حرة الجميع مشغولون بناديي القمة وهما يخوضان هذه المباريات القوية في دور المجموعات لصالح بطولة الأندية الأبطال الإفريقية نزعت جدا عبر هذه المساحة في فقرتنا الأولى من ضربة حرة أن يكون معنا لعب المريخ الأسبق والكابتن فيصل الحنان هداف نادي الغراف القطري والمصرف السابق والكثير من الألقاب التي تحيط بك هلا ومرحبا بك كابتن فيصل هلا ومرحبا لأخنا شاد وحييك مساحة ظهيرة وحيي غناة البلد الحقيقة اسمها زاتها جميل غناة البلد لكل البلد إن شاء الله يا بلدي أحبب يفجل بيوتوب الله يديك العافية كابتن فيصل سيدين بوجودك معنا والحديث عن المريخ خلال المرحلة السابقة ثلاثة جولات انقضت من بطولة المجموعات خسر أول مواجهة له أمام الترجي ثم عادة وتعادلة أمام الزمالك وفي آخر مبارياته فاز على شباب الأزداد الجزائري نعم فتطور المريخ خلال هذه الثلاثة مباريات السابقة نعم المريخ الأخ نشت فعلا يعني ماشي كويس جدا في مباراته السابقة تخطى هذه المرحلة ومباراته مبارات كثيرة جدا يعني حتى وصل هذه المرحلة المتقدمة نعم ويوم الثلاثة إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم سبعة سيلاقي فريق شباب الأزداد الجزائري نعم وإن شاء الله المريخ في جاهزية كاملة وفي حسب يعني كلام الكوتش ريكاردو إنه اللاعبين في نفسيات جيدة جدا في كل اللياغة البدنية عالية ويحرسين على النصر بإذن الله تعالى طيب لو تتبعنا مسيرة المريخ منذ مبارات الترجي المريخ منذ مبارات الترجي الأولى يعني أصحر مستوى جيد لكنه خسر بعد ذلك عادت عادلة مع الزمالك وتلك المباركة أنا يفترض أن يفوز فيها المريخ نعم يعني هل هناك تطور الآن في عداء المريخ خلال هذه المرحلة نعم 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 فيه تطور كبير جدا في المباريات اللي فاتت والمريخ أصبح له شكلي يا رجال نعم دلوقتي في الملعب بغيادة ريكاردو والجهاز الفني نعم يعني وشكل اللاعبين اختلف كبير كثير جدا يعني من الماضي نعم فأنا متوقع إن شاء الله يعني يحقق نجاح باهر إن شاء الله في في الأيام الغادمة إن شاء الله قبل يومين من ذهاب المريخ إلى الجزائر أثناء وجوده في ليبيا خاض مباراة تجريبية من خلاله أشرك هيرو ريكاردو عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا هل نتوقع أن يقوم بتعديلات في تشكيلته أمام شباب بولوزداد في المباراة القادمة أم سيعتمد على ذات التشكيلة التي انتصرت على شباب بولوزداد في ليبيا لا 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 أعتقد أنه هو فعلا أشرك ناس كثير جدا حتى يكونوا يعني في الليغة بدنية عالية ويكونوا جاهزين لأي سواب لكن أعتقد يعني هو حيكون حي يدخل بالتشكيلة الماضية اللي هي في غيادة نيمير ورمضان ومحمد المصطفى ومازين محمد وألكس وحمزة وكرشوم وفي الوسط في البرازيل ماتشو رفايل وجزولي وسيرجو وأعتقد أنه يعني المجموعة دي مجموعة متجانسة ومجموعة في لياغة عالية جدا المباراة الماضية كانت لهم بصمات واضحة جدا وظاهرة وإن شاء الله أنا متأكدا من الزعيم سيحقق النصر يعني بإذن الله تعالى طيب من خلال المعطيات الموجودة في المجموعة يعني خسارة الزمالك من الترجي ربما أبعدت الزمالك بالشكل يعني بنسبة كبيرة جدا من التنافس أصبحت المنافسة محصورة الترجي طبعا لديه الآن تسع نقاط بين المريخ وشباب بولوزداد نعم نعم تعادل المنافس المريخ اللي هو فريغ الزمالك أتاح فرصة كبيرة جدا للمريخ نعم إنه ينهض من جديد ويحقق نصر في هذه المباراة مع شباب بولوزداد وليصبح له عشر نقاط والآن هو لديه أربع نقاط نعم نعم فبيكون فيه فارق كبير جدا نعم وأعتقد يعني المجموعة بتاع الزمال المريخ يعني مجموعة كويسة جدا هي عادة نشأت يعني الأندية بتاعة شمال إفريغيا المغرب تونس الجزائر نعم أندية كانت بوع بوع بالنسبة لينا في أولئة ماضي تليد بالنسبة لينا نحن في ماضينا العريق يعني من السبعينات من أيامنا فكان كنا نخشى يعني دول شمال إفريغيا ولكن الحمد لله والشكر لله المريخ والهلال استطاعوا يعني أنه يكسروا هذا الحاجز ويفكوا هذه الشفرة ويتغلبوا وينتصروا أو يتعادلوا بل المريخ أصبح بوع بوع لشمال إفريغيا نعم صحيح يفوزوا على الترجي وفوزوا على كده الآن المريخ يلعب باعتباره خارج أرضه يعني حتى مبارياته اللي كان محسوبة عليه حسب جدولة المباريات في أرضه هو بلعبه في ليبيا لأي مدى أثر غياب المريخ عن السودان واللعب وسط جماهيره على أداء اللاعبين هل أثر سلبا أم إيجابا؟ بلا شك أثر سلبا يعني كونه أنه يعني المريخ والهلال والسودان يعني البلد المؤسس للدول الإفريقية أو لهذه البطولة ذاتها في السبعينيات الغرن الماضي أو ستينيات الغرن الماضي يعني أنا هس جاي من كاس العالم من غطر نعم عيب يعني نحن نشهد ما يكون عندنا ملاعب تابع كلام أن أكسبت بل لا يقبل يعني حتى الغطريين يعني أسناد الغرافة عندهم ناس اتحاد الغطري بيسألوا يعني لماذا يعني استاداتكم ما تتأهل أو حتى يعني تستعينوا من الدول يا أخي حتى يعني نشهد اتحاد الكرة عندنا هنا نعم ما بيسأل ماذا يريجيب يعني لما نيوم هناك يمشي وفد لا يسأل الوفد دي معلومة تقول لهم يا أخي ساعدونا عندهم استادات تم تفكيكة مع المباراة كاس العالم عندهم زادت تم تفكيكة وكان جا ديليجيشن كبير وقدمت هدايا لدول أخرى كم ممكن يعني نشهد عادي نبالوشن يعني ناس اخوان الغطريين والسعوديين والإماراتيين ونحن قدمنا الكثير ما بيع معنى الشاحدة لأنه الكرة السودانية قدمت لهم الكثير وتأسيس اتحاداتهم وتأسيس اندياتهم نعم 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 هم زادهم يعني بيقولوا انه ما حصل الطلب مننا حاجة وفيشل يعني كل حاجاتي بتكون شخصية والله يعيب كبير يعني فأنا اتمنى من اتحاد الكرة والغائمين ووزير الشباب والرياضة انه يهتم ويستفيدوا من اللاعبين اللي قدموا في الخليج الزاد تايم ناس الجيلة عبدالخير ناس عالقاء قرين ناس مصطفى النقر ناس الطيب سند الهادي سليم نعم وجودين العديد من النجوم دين لهم بصمات هناك وصورهم معلقة في الاستاذات وفي النادي والاداريين يعني حتى سابقين في اولادهم يديرون الانديا الآن يعرفوا دا الهادي سليم دا طيب سند دا الجيل دا عمار دا كده دا كده احتفوا بيهم نعم طيب خلينا نرجع للرسم التكتيكي من خلال مباراة المريخة الاخيرة كيف ترى يعني هذه المباراة والنصر والمحافظة على الهدف اللي احرزوا المريخ من ركل الجزاء اشوف النادي التكتيكي نعم انا افتكر بداي مستر ريكاردو بدأ بداية كويسة نعم يغير التكتيك بتاع المريخ الفاس سابق من الدرب السابق واضاف اشياء كثيرة جدا في فترة وجيزة جدا بعدين يعني انا اتوقع يعني هنا من اللاعبين البروفيشنال فوتبولرز القاعدين معانا البرازيليين والجماعة ديل نعم انه يعني يحسبوا المباراة وهما سفريغة عالية جدا وبدوا يتاغل لمهسي حسب اتصالنا مبارح في مجلس قدام اللاعبين في الاستاذ اتصالنا بالبحثة في جزائر نعم وطمنونا كثير جدا على انه اللاعبين في جاهزية تامة خاصة اللاعبين المحترفين وبجانبهم اللاعبين العاديين بتاعين المريخ ان شاء الله يعني يدهم وراء كبير ان شاء الله ويحسبوا المباراة طيب هناك الكثير من الاقوال في الفترة الماضية بان فترة اللعدات بالنسبة اللاعبين على جانب ليست كافية الى اي مدى ترى ما قدمه اللاعبين على جانب في المريخ الان هو يعني مقنع والله يشوف هو يشوف يعني كان زمان بيقول لك يعني لما يتأغلم اللاعب لكن اللاعب تالما البروفيشن الفوتبولر لما نيجي ده لاعب جاهز ده البروفيشن بتاعته يعني لازم بيكون جاهز في اي وقت يلعب فما اكتكر هسي بتأسر يعني في اللوقت الحاضر الناس بيتكلم عن انه اختلاف الطقس ما بين المناطق اللاعب وفيها اختلاف طريقة اللاعب يعني في افريقيا اول مرة يلعبوا في افريقيا فكيف نظرت اليهم انت خلال الاذاء في المباريات السابقة عادي عادي لانه يعني التقص في البرازيل يشبه تقصنا ويشبه التقص في فريق يعني نعم ما في فريق كبير حتى هم يعني تحدثنا معهم يعني فما لم يشكوا من ذلك يعني طيب انت شايف بياتوا كيفية هم قدموا خلال المباريات السابقة فعلا لم يقدم المستوى المطلوب لان احنا كنا راجينه نعم لكن ان شاء الله يعني هو مباراة واحدة مكفى ايه او اتنين لكن اتوقع يعني انا اعول تعويل كبير جدا عليهم في هذه المباراة العادمة نعم لانه ما شاهدته في اتصالات معاهم من تمارين ومن كده حتى في التمرين ان اختلف شوية اي حصل يعني درجة بتاع التجانس درجة ايه بالظبط نعم اعول عليهم كثير جدا انه يعني اللعبين الايانب واللعبين المريخة والباقيين انه يحسب المباراة مبكر ان شاء الله طيب من خلال وضع المريخ في المجموعة الان هو يحتاج للفوز بشكل كبير ربما الحد الادنى ان يكون هناك تعادل هل المريخ قادر على انتزاع الفوز من الجزائر خاصة بعد المستوى اللي ظهر به وشباب والوزداد يعني لم يكن ذلك الفريق القوي نعم نعم قادر المريخ قادر بحديث الكوتش الكاردو ان المريخ قادر واللعبين قادرون بالفوز ولا حاجة غير الفوز في هذه المباراة والمريخ جاهز جاهزية كبرى بحسب الاداريين وحسب رئيس البحثة والجهاز الفني واللاعبين ذاته روحون معنوية عالية ومصاهرين جدا في التمارين ندوا اداء كبير واداء يعني يوحي بانه ان شاء الله يكون في انتصال المريخ طيب من خلال ما تم في المباراة الماضية بين المريخ وشباب بلوزداد ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لدى شباب بلوزداد التي يمكن من خلال المريخ يحتاط ومن ثم يستغل هذه الصغرات الموجودة شباب بلوزداد فيه ضحف الزهير الايسر نعم وحارس المرمى وممكن المريخ يتوقل في الدفاع بتاعهم في صغرات كثيرة جدا يستطيع يعني مهاجمي المريخ يعني المهاجم البرازيلي بتاعنا يستطيع يعني أليكس وسيرجيو وباولو والوهرأس الحربة هيكون نعم باولو يعني اتوقع انه يقترق هذا الدفاع فيه صغرات كبيرة جدا دفاع شباب بلوزداد الوسط برضو بتاعهم مهزوز شوية عندهم الهجوم بتاعهم ما بطل كويس نعم نحن بالتالي هجومنا كان في المباراة السابعة ضعيف بدليل انه احراز الاصابات الاهداف كانت مفقودة صحيح نحن لابد ان نركز هنا على الهجوم توقع من الجزولي اداء رائع واداء كبير وناشد الجزولي ذاته انه يركز في الفينيشنج يعني لو شفت الجزولي هداف ممتاز جدا ما فيه كلامه صحيح زول التالنتيت موهوب وكل شي لكن بيقوم يعني بينهي الهجمة بالتسرع نعم فاتمنى لو يكون يعني كوايت شوية كده يقدر يحرز هدف مبكر ان شاء الله طيب هلأ المريخ يعني هذه المباراة عندها حسابات كثيرة يخد مباراةه يومية ام تعتقد انه سيدافع او يحاول ان يستدرج الخصم يعتمد على الهجمات المرتدة الله يعتقد في مباراة زي دي خارج العرض وبلا جمهور للمريخ كبير اعتقد انه المريخ لا بد من الهجوم مباغة من بداية الشطة الاول نعم لازم بد من الهجوم يحرز اصابة سريعة جدا هدف سريع ليحقق الطمانين للعبين واتمنى اضيف لك كمان اتمنى يعني ربما يشارك الحلواني تلاعب الموهوبة التش نعم اذا كان فت يعني حسب ما ورد لينا مبارح فان شاء الله نشكل اضافة كبيرة نشكل اضافة كبيرة جدا للمريخ بغيادته للوسط يعني واحد من اللاعبين المزعجين جدا في فريق شباب بولوزداد اللي هو محمد بلخير محمد بلخير يعني سيغيب عن هذه المبارحة بد عن الاصابة شباب بولوزداد بعد مباراة المريخ رجع وخاض مبارحة الدوري الجزائري وتعرض هذا اللاعب للاصابة يعني برضو يمكن دي واحدة من الاشياء اللي يمكن تسهل على المريخ مهمته في وسط الميدان لانه لاعب كان مزعج هو لاعب وسط هجومه طبعا يشكل قلق يعني طبعا محمد لاعب كبير ولاعب يعني هو الهداء غايد للفريق ولاعب مهاب يعني في غيابه يعني يسعدنا نحن حقيقة في المريخ سهل للمريخ المهمة ربما سهل للمريخ المهمة كبيرة جدا فعلى لاعبين الاجتهاد والتريس وعدم إضاعة الفرص يا رشاد يعني الفرص الكثيرة عندما تضيع دائما للفريق بتجيب نتيجة عكسية نعم من يضيع يقبل فقدان للفرص معناته فرصة للخصم صحيح يعني أنت لما تحرس هدف مبكر بتخلي اللاعبين بروح معنوية سابتين في الميدان تحدثت كابتن فيصل في بداية حديثك عن أن شكل المريغة التغير إلى أي مدى رأيت أن يعني اللاعبين استفادوا من الرسمة التكتيكة للمدرب ريكاردو وماذا تطبيقهم للخطط يعني حسب ما يصرح ريكاردو عقب كل مباراة في مؤتمراته الصحفية نعم طبعا ريكاردو ما غريب علينا يعني نعم سبق أنه كان درب الهلال والمريخ وله باع كبير جدا في الكرة السودانية ويعلم بالنفسية اللاعب السوداني ويعرف اللاعب السوداني جيدا فبالتالي ما كان فيه أظن يعني كان فيه انسهار سريع مع اللاعبين وريكاردو وانسجام كبير جدا جدا وواضح من المباراة التي أدوها مع ريكاردو تختلف من المباراة مع المدرب السابق يعني فيه بصمة وفيه تطور في هذا فيه بصمة وفيه تطور كبير جدا في اللاعبين ويعني أسي عندك بالذات محمد مازين محمدين يعني هذا التطور كثير جدا بقيادة ريكاردو يعني توجيهات ريكاردو وظهير ممتاز جدا وبشكل هجوم يعني لو لاحظت دائما هو بساعد في الهجوم ويخلق الهجمة عادة يعني فبصمة واضحة جدا من المدرب طيب من خلال تشكيل المريخ السابق على الأقل يعني كيف يمكن أن تسمي خطوط المريخ يعني أي خطوط أقوى وأيها يعاني من ربما ضعفه ويحتاج إلى إصلاح حسب ويشعب نظرك خلال آخر مباراة خطوط المريخ الثلاثة يعني شوف الديفنس ما فيه كلام نعم كل الديفندرز كويسين جدا وممتازين وقدوا مباراة كبيرة جدا بدليل أنه يعني ما كان فيه هزائم ما كان فيه كده فالهجوم الوسط ممتاز وأقول لي رمضان العجب والسنائي رمضان العجب والبرازيلي نعم أنه يقرأ الميدان قراءة جيدة منذ العاشر دقائق الأولى ويقوم بتوجيه للعبين توجيهات صارمة وقوية جدا حتى أنه الفريق ما يفقد البوصلة بتاعته في الميدان وتحصل حاجاته الهجمات المرتدة وكده وكده رمضان العجب في المباراة السابقة يعني تكلموا ناس كتار من المتابعين أنه تأخر نزوله للميدان بعد المريخ كان متقدم بهدف كان يمكن أن يشغل يعني فريق شباب بولزداد بأن يضعهم في مناطقه لكن تأخر دخوله لوقت يعني قرابة 12 دقيقة قبل نهاية المباراة شباب بولزداد؟ نعم رمضان عجب تأخر في الدخول في تلك المباراة لم يكن أساسيا يعني شوف فريق بولزداد هو فريق ما ساهل فريق كبير يعني نحن كمان ما نقول طوالح أن ننتصره حان أغلب نعم فلابد من أنه نحترم هذا الفريق يعني على الجهاز الفني احترام هذا الفريق له سمعته له مكانته في فريغيا وله انتصارات وله بطولات وله أشياء كثيرة جدا فما نعتمد على أنه الفريق مهزوز تغيب عنه فلان وعلان وينغصه كده وكده فلابد من الاجتهاد ولابد من البداية مبكرا بقوة وبتركيز عالي جدا جدا لتحقيق النص في هذا اليوم طيب المباراة السابقة أمام شباب بولزداد عمر طيفور واحد من اللاعبين اللي كان معول عليهم كثيرا في النص لأنه لاعب بلعب في محور الارتكاز بشكل كويس بلعب في الوسط بشكل دفاعي وقوي جدا صاحب بنية ممتازة ففي هذه المباراة هل تتوقع أن يكون عمر طيفور أساسيا؟ عمر طيفور المناسبة زي ما ذكرت عادة في المباراة السابقة بنزلوا متأخر صحيح وأنا شخصيا كلاعب كورا ألاحظ ذلك هذا اللاعب ممتاز هذا اللاعب يذكرني بشارع في انقضاظه للكورا وفي التحكمه وفي غياطه في الوسط لكن لما نيجي دائما من المسكين بيجي بكون باقي 10 مينتس 20 مينتس ما كفاية عشان يبرس كل مواهبه ويبرس كل حياته فأتمنى أنه طيفور يشارك مبكرا يعني في هذه المباراة أتوقع أنه يكون مشارك أتوقع أنه يشارك من البداية ربما تشهد ضغط يعني شباب بولوزداد خاسر المباراة الماضية لديه ثلاثة نقاط هو يحلف المجموعة في المركز الثالث خلف المريخ نعم فهذه المباراة إذا خسر شباب بولوزداد في أرضه ربما تشكل فارق يكون ما في فائدة فأنا أتمنى أن اللاعبين يكونوا مركزين وعارفين كأكيد الجهاز الفن ما مقصر موريون وعارفين أي حاجة فلازم نغض من البداية ولا شيء غير النصر المريخ ومثلاثات حتى يتأهلوا في المباراة دي للمرحلة الغادمة طيب لو تكلمنا عن هجوم المريخ هجوم المريخ خلال ثلاثة مباريات سابقة لم يحرز إلا هدف وحيد ومن ركلة جزاء أصدار المباراة ما مشكلة هجوم المريخ يعني لماذا لا توجد حصيل وافرة من الأهداف نعم دي مشكلة يعني يعاني منها المريخ حقيقة المريخ في جهازه الفني ومع ريكاردو ذاته فعلا بيعاني دلوقتي من الصيام في إحراز الأهداف صحيح لكن يعني حسب ما علمت أنا مبارح من الجزائر إنه ريكاردو يعني متفائل جدا هذه المرة يكون في يعني بصمة للهجوم من بداية المباراة طيب هل يمكن؟ يكون أدخل لهم خطط جديدة وإشياء جديدة تدعم الهجوم نعم لو داينا نتكلم عن الخطط اللي يمكن تلافبها هذا العقم التهديفي الموجود في هجوم المريخ هل يمكن لاعبي الوسط الهجومي إنه يتقدموا يأتوا من خلف اللاعبين الهجوم يحصل إسقاط لكورات من خلف المدافعين؟ ما هي الخطة التي يمكن؟ دل أعتقد دل حيحصل نعم إنه يعني يكون في سبورت من الوسط اللي هو رمضان العجب والبرازيلي يعني ويجي عليهم الأطراف الشمال والإسر والشمال واليمين يساعدوا في الهجمة ويرجعوا سريع في مباراة الغد أعتقد لا بد من مساندة المهاجمين نعم صحيح حتى يصروا للمرمى نعم إن شاء الله طيب لو شاهدت المباراة السابقة في هذه البطولة في دور المجموعات تجد أن الهلال استطاع عبر التسديد من خارج المنطقة إنه يسجل أهداف يعني هدفه في الأهل المصري والهدفين في القطن أهداف من خارج المنطقة يفتقد المريخ إلى اللاعب الذي يسدد من خارج المنطقة والله يشوف المريخ ما بيفتقد موجود اللاعب منه بيسدد البرازيلي ألكس لا مش ألك اللاعب الهدفة تاني البرازيلي اللي هو الروفايل أيوة موجود وهناي معاه جزولي يعني هم هدفين ممتازين جدا لكن في ضغط عليهم من المدافعين في المباراة السابعة وفي مراغبة ملاصغة وشديدة جدا فبرضو هم يعني يحاولوا يهربوا من الملاصغة والمراغبة الشديدة نعم بدعمي من الوسط طيب لأي مدى يمكن أن يستفيد المريخ يعني من مثل هؤلاء اللاعبين في ظل يعني وجود فرص بسيطة جدا قد تلوح خلال هذه المباراة يعني مباراة بالقوة دي الفرصة بتكون بسيطة يعني نعم لأن المباراة لا تلعب مفتوحة كل فريق عنده حساباته فيها لا نعم بلا شكال شباب بلوزداد عنده حساباته والمراغة عنده حساباته ولا بد من المريخ الضغط علي شباب بلوزداد لا بد لأنه يعني المباراة دي بيعتبار مباراة تأهيل صحيح ما في ما عندها قسمة تاني يا تطلع منها منتصر وتتأهل يا بيكون الحسابات معقدة جدا جدا ونحن رقيا ما داري ندخل في حسابات معقدة ننتظر اصبح مصيرك في يد غيرك يعني احصل مصيرك يكون في يدك ما يكون في يد غيري يعني يكون أنا القرار عندي نعم فأتمنى انه يعني يحراز هدف مبكر اي وناشد المهاجمين اللاعبين المريخ انه يحرزوا هدف مبكر ليحسبوا المباراة يعني وجود المريخ في معسكر وفي ليبيا ربما تعود على أجواء شمال أفريقيا الآن يتحدث عن درجات حرارة منخفضة جدا في الجزائر يعني في برودة عالية فهل يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على ذالة عبين المريخ لا لا من هذا المنطلع المريخ مشى مبكر للجزائر من بنغازي لهذا السبب اتعود على الأجواء اي حتى يتلام مع التقص مع الكلام بتاع البلد وكده فما ما اعتقد اسيهم بيعانوا يعني كويسين يعني حتى المعسكر يعني كان في ليبيا ليبيا أجواء قريبة جزائر وتونس ومصر هو متشابه يعني نعم فما اتكر بيتكون في مشكلة طيب لو تحدثنا عن حراسة المرمى في المريخ محمد المصطفى ممتاز جدا وقدم مباراة السابعة ممتاز وحافظ على شباك ونظيفه وعتقد يعني سيكون هو اللي حيبتدي يعني ولد شباك وهدف واحد الترجي في الدقيقة 94 كان من اي واي الزمن المضافي اخرى عمر المباراة او في الوقت الضائع يعني فمحمد ممتاز وماشي من مباراة لمباراة افضل يعني طيب مستوى في تغدب كبير طيب خلينا نتكلم عن ما المطلوب من الجهاز الفني منه؟ ما المطلوب من الجهاز الفني في المباراة القادمة يعني كيف يمكن ان يتعامل معها؟ ايه مباراة حساسة؟ الجهاز الفني يعني مطلوب منه حيات كثيرة جدا نعم انه لازم يعني يوجه لعبينه مهاجمينه بالذات يعني لازم يحرزه اصابة مبكرة ولازم يعني شاءت قبي فور ذات لازم ما تكون في هجمة على المريخ تتسبب في احراز هدف نعم لانه لو تسبب يعني الضغط في مناطق الخصم يعني ايوة نعم لو يسبب في احراز هدف مبكر لشباب بي من ازداد بيكون يعني اسره ما كويس واسره بالطرع لعبين من الريخ وانخفاض في الروح المعنوية ويؤدي لمشاكل كثيرة فاتمنى انه يعني انا واسق من نمر والمجموعة بتاعته في الدفاع نعم هو افتكر يعني دفاع متماسك ودفاع غوي مشهود عليه يعني حتى افريقيا هم ذاتهم يعني الفرق اللي عبت ضده شادوبيه ونشادة كبيرة جدا فاتمنى انه صلاح نمر يعني حافظ على انه ما تجي صابة مبكرة تمنياتنا للفوز لفريق المريخ وايضا لصنوه الهلال في هذه المباريات الافريقية شاكر جدا وجودك استاذنا كابتن فيصل الحنان على هذه الافاذات وان شاء الله نحتفل الاسبوع القادم سويا في هذا البرنامج بفوز المريخ شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لغنات البلد مرة اخرى والتحية لكل الاسطاف حقيقة يعني اسطاف راغي جدا واسطاف موهل كتر خيرك شكرا جزيلا بارك الله فيكم شكرا جزيلا لازلنا نتواصل معكم هناك العديد من الفقرات عبر ضرب حرة فقط لا تذهبوا بعيدا